باقتصاد اليوم بصدنا استقبل بالستوديو دكتور زكريا حمودان مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء أهلا وسهلا فيك دكتور اليوم موضوعنا موضوع السيعة موضوع الترسيم موضوع تأثيره على الاقتصاد بعد أدي وقت هل فعلا رح يكون تأثير سلبي أم تأثير على المدى الطويل خلينا نبدأ أول شيء بموضوع الترسيم أديش ترسيم الحدود قد يؤثر معنويا بالبداية على الاقتصاد يعني أول شيء نحن موضوع الترسيم يعني يجب أن يستكمل المرحلة الأولى موضوع التوقيع ما يسمى تعيين الحدود مع الأمم المتحدة هم نقول نحن لتحديد هذه الحدود وعطينا بالنسبة للشركات التي تأتي تنائب وتحديدا شركات الأجنبية الضمانة أو النوع من الارتياح والثقة من أجل القدوم إلى لبنان والبدء بخطوة التنقيب بعد خطوة التنقيب نحن منكون هون دخلنا بموضوع الثقة على المستوى المالي بالبلد هذا يعني بأنه أنت بحاجة أن تدخلي بالمرحلة الجديدة المرحلة المالية الجديدة للبلد شو يعني نحن يمنكون بحاجة أول شي بدنا نخرج من موضوع ما يسمى صندوق النقد وثلاثة مليار دولار على أربعة سنين يعني شغلة الشحادي مع ديون مع فوائد يعني منها مفيدة وكنا نحن هنا من أول ناس اللي حاربوا من أول ما بلشوا فيها صندوق النقد وقدنا ندخل لشي مثل مؤتمر مالي لدعم لبنان هذا المؤتمر بسبب وجود الثقة المالية اللي عندك بالبلد لأنه أصبح عندك ثروي واعي دي للمرحلة المقبلة بيكون رحتي لأول مرة بتاريخ لبنان لمؤتمر مالي حقيقي يعني ما كان يسمى المؤتمرات دعم لبنان بالمراحلة السابقة بريس واحد واثنان وثلاثة وسادر وكل هذه المؤتمرات كانت مبنية على أمور الفساد والهندسات المالية وسياسة مصرف لبنان كل هذه السياسات لم تكن مجدية لأنه ما كان فيها شي واعد اليوم أنت أمام مرحلة واعدة هون يكون المؤتمر المالي لدعم لبنان مبني على ثقل دولي لأنه الشركات يعني نحن مثل ما بنعرف المصطلح شركات متعددة الجنسيات هي اللي بتجي بتشتغل بموضوع التنقي والاستخراج ومنعرف أنه شركة توتال هي على رأس الكونسورت يومها ممكن يصير عروض أخرى ممكن يكون في حقول أخرى ممكن يصير فيه شغل بالبر يمكن يعني كماني ممكن ننتقل من البحر للبر مجرد وجود الثقة والاستقرار على المستوى السياسي أنت هون نستكمل باستقرار اجتماعي اقتصادي وتحضير البنية التحتية على المستوى التربوي مثلا والتقني والمهن وما إلى ذلك يعني كل القطاعات اللي ممكن تتعسل بس هون دكتور حمودان عم تحكي بسروة واعدة قد تكون هذه السروة الواعدة يعني طويلة الأمد أو غير حقيقية نحن ما منعرف إذا في عنا نفط يعني نحن ما منعرف إذا سروتنا خصوصا أنه بعد لحد هلأ ما منعرف تماما حين سيتم التوقيع على شو أخدنا أولا بالنسبة لموضوع الثروة الدراسات نشرنا عدد من المقالات بهذا الموضوع أنا رحت على موضوع الدراسات يلي هي بتشرح أول الشيء شو هي الشيء الممكن يعني هون كان يعني فيه حديث عن ثروة يمكن من خمسمائة لسبعمائة مليار ولكن كل هيدا رهن بعض التفاصيل اللي هي العلاقة بالمسوحات ويعني وما كنا شفنا هالحماسي الدولي حصلت دراسات بالعام بعدد 2010 لأنه هي المنطقة شرق المتوسط بدأت تظهر فيها هذه الثروات فعليا بالبحار يمكن بلشوا بال2009 وبيبرص عند العدو الإسرائيل بمناطق عدي يعني وهون أنت دخلت هذه المرحلة هلأ اليوم الانعكاس الدولي لما يحدث بين روسيا وأوكرانيا وما يحدث بأوروبا والحال الجيوسي بالعالم عطتها الانعكاس عندك اليوم بدك تستكم لهذا المسار لأنه ما عندك خيارات أخرى يعني أنت اليوم عمام هذا المسار يعني هيدا بدك تتعلق بهذا المسار وبتوصل لي للمرحلة المقبلية اللي هي لنا الثقة بالبلد فلذلك يعني لأ اليوم مثلا بأحد يعني أنا تناولت موضوع الدراسات بس بنفس الوقت رحت على موضوع آخر هو الشئ الجيولوجي وقامت ببعض الأبحاث بموضوع قديش عمر المنطقة الجيولوجي ونشرت هذا البحث كذلك الأمر وهون كمان يعني كانت خلاصته بأنه نحن يمكن أهم من أهم المناطق أو أقدم المناطق تشكلا بالعالم اللي فيها ثروات على مستوى الإيدروكاربير واللي بتحكي المستوى النفط الغاز ما بتعرف شو ممكن يطلع الثروات الموجودة الباطنية يعني فلذلك يعني حتى قارنتوا مع أهم حقول الغاز مناطق فيها أهم حقول الغاز بالعالم نحن عم نحكي يعني عن حقل الغاز الموجود بين إيران وقطر أهم حقلين موجودين بروسيا فلذلك يعني المنطقة تعتبر منطقة واعدة ومحيطك بالمنطقة بشرق المتوسط فيه كميات واعدة من الغاز شفنا فيها عند عند أبروس شفنا بسوريا والاستثمارات الروسية يعني دليل بأنه المنطقة فيها ثروة ولبنان يعني الدراسات والتقاء يعني الدراسات مع ما يحدث على مستوى التحليل يعني للمنطقة بيقولك أنه أكيد في عندك أنت ثروة واعدة قديش تفصيلة يمكن تبدأ بشي يكفي للبنان وتروح لكمية تجارية وليش عم بعطي هذا المثال لأنه أحد الحقول بأبروس بدأوا بأعتقد أول عام يمكن 2018 بلش على أساس حقل بقلبه كميات يمكن تكفي للاستخراج والاستخدام الداخلي نهاية العام وصلوب الاستكشافات لكميات للتصدير وصار من أهم الحقول بأبروس نحن نعرف أبروس صغيرة ومثل حتى لبنان هذه الثروية نحن 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 نحكي من انطلال بالتحليل اللي يتعلق بالشق المالي والاقتصادي ولو علاقة بالناس بنعكاسه الغير مباشر يعني ما نحكي بعطفي فلذلك الموضوع لا يتضمن عاطفيا يتضمن لبنان بلد صغير إمكانية صعوده وإمكانية بنائه ما أنه بحاجة لجهابزة أو لعباقرة بحاجة لقرار بحاجة لثقة بحاجة لناس لا تكون حرامية لا يكون فيه فساد وهون بيجي الحديث عن موضوع شو الخطوة الأولى وبلشنا نحكي عنه مباشرة بعد ما رحنا عموضوع تعيين الحدود هو موضوع الصندوق السيادي اللي هو بتقديري أنا يعني الحفاظ على هذه الثروة وطبعا أنت عندك مخاض كبير وبدك تخلصي فيه من عدد من رموز المرحلة السابقة قبل ما نحكي عن صندوق السيادي موضوع حاكم مصرف لبنان موضوع القطاع المصرفي موضوع تحديد مالية الدولة موضوع تحديد الفجوة المالية موضوع أموال المدعين شو العلاقة بين يعني الدورة اللي بدأت تقوم فيه الحكومة مع الخطة مع مثلا لهيك أنا كنت عم شدد بأنه ضرورة الدعوة لمؤتمر مالي ليس مؤتمر سياسي لأنه اللي نحكي بما مؤخرا تم إيصارته بموضوع سويسرا وما إلى ذلك هذا شيء يمكن بالسياسي مؤتمر مالي لدعم لبنان وهذا المؤتمر إمكانية أنه يكون فيه استقطاب للاستثمارات واستقطاب لدعم لبنان كبيرة خاصة بأنه اليوم أنت تعيشي مرحلة انقسام دولي عميق يعني ممكن هذا المؤتمر المالي يكون فيه تنافس من هالجهة ومن هالجهة لأنه التنافس الدولي مثلا روسيا الصين والدول المحيطة فيها من جهة تسعى بأنه تلعب دور لأنه لبنان في نصف العالم تقريبا يعني إذا بتحكي أنت بين أوروبا وأمريكا من جهة وبين شرق آسيا من جهة أخرى موقع لبنان الاستراتيجي بيصير على منافسة يعني فيه موقع جذاب فيه بني موجودة وطبعا فيه شعب يحتاج أنه يدخل هذا التطور يعني يدخل عالم الدول النفطية والدول اللي بتمتلك ثروي منها الغصفة لذلك يعني جميع المقومات الموجودة عندك بقى المرحلة الحالية واعدة هذا الأمر بحاجة لأستقناع دكتور حمودان حكى عن مبالغ ممكن تدفع الشركات اللي بدأت تنقب هلأ بدأت تبلش تنقب وقبل ما تبلش تنقب تدفع أموال وبعتقد هذا الشيء طلع مغلوط يعني مش مظبوط أنه سركة التطورة بتدفع مساري اللي حتى تبلش يعني نحنا الأثر المالي المباشر يلي بدنا نتلقيه حتى ينعكس على كل قطاعاتنا اليوم يلي ناطرين ترجع تقوم من هالإنهيار يلي قاعد فيه بعد بده وقت وبده وقت سياسي مثل ما حضرتك عم تذكر يعني ما منقدر ما نربط الشغلتين مع بعضهم والوضع السياسي اليوم مع الخوف من الفراغ المقبل على عدة أصعيدة مش على سعيد واحد قد يؤخر برأيك أو قد ينعكس على أهمية الخطوة اللي صارت يعني صراحة السياسي اللبناني تتأثر بشكل كبير بالإنعكاس الدولي الواقع الدولي الحالي بتقديري يحتم يعني تسريع الملف لأنه في حاجة بأوروبا في حاجة عالمية في حاجة بأوروبا وتحديدا يعني شركة توتال وشركة إيني الشركة الفرنسية والشركة الإيطالية هن اللي موجودين بالكونسورتيا وبعد انسحاب الشركة الروسية فلذلك يعني لهيك أنا قلت أنه الإنعكاس الدولي سيؤثر هلأ بالنسبة لموضوع المالي للأسف نحن يعني صرنا اليوم منسمع حتى من الناس بيكونوا موجودين وعم يحكوا على العلام منسمع كتير حكي اللي ما عنده كلام موسق وعلمي ما لازم يحكي بهذه الأمور وهذه التفاصيل يعني اليوم ما فيك تجي تحكي بأرقام أول شي ما في حدا يجي يعطيك رقم ثابت لثروة نفطية أو ثروة من الغاز ثروة ما حدا بيعرف وحتى الدراسات يعني لما طلعت عطت مثلا رقم معين هي عطته بناءا لسعر الغاز بهذه المرحلة ممكن يزيد السعر ممكن ينقص سعر ممكن يتعلق بالأمور اللوجستية كيفية التصدير كيفية يعني كل هذه التفاصيل ما في حدا يبني عليها بس لذلك أنا قلت أنه الذهاب باتجاه مؤتمر دولي مالي لدعم لبنان من خلال خطة حقيقية هلأ هون إذا بنا نحكي بموضوع الفراغات المحتملة بالبلد أنا أعتقد بأنه يعني على المستوى السياسي أنه اليوم أنت بدك طالما في النية موجودة بالتقدم بموضوع تنقيب عن غاز واستخراج الغاز رح تشوفي الكلمة استعجل يعني حكون موضوع فراغ سنتين ونصب الرئاسة بالمرحلة السابقة كنت بمرحلة ما حدا فاضي للبلد يمكن كانت مرحلة مختلفة الخطورة بموضوع الفراغ الحكومي وما إلى ذلك بس ولكن اليوم يعني بما أنه الكلمة استعجل وبما أنه نحن نمتلك يعني استطعنا أول شي الحصول على قوة سحب موضوع تعيين الحدود والوصول لشي اللي نحن بنائي يعني الشروط اللي فرضة لبنان وهون أنا إذا بتسمحيلي يعني نحكي عن موضوع الخط 23 وشو حصل لبنان وشو ما حصل لبنان الخط الرسمي اللبناني لدى الأمم المتحدة والكمية يعني خلنا نحكي نحن نشرح الأمور بطريقة منطئية نحن لدى الأمم المتحدة كان عندنا خط هذا الخط بعد الاتفاق رح يتم الزهاب باتجاه تعيين النقاط اللي هي الحديثة على الاتفاق بعد الاتفاق نحن من بعد هذا الخط أخذنا مساحة إضافية تمام؟ يعني تكون واضحة للناس أنه نحن بعد الاتفاق نحن أخذنا مساحة إضافية هلأ يبدو ينطلق من خط ما يسمى خط الهدني 29 ويرجعك على خط 23 لو لبنان أخذ هذا الخط بقوته بقوة المقاومة بقوة لبنان بقوة المقاومة الرسمي الموحد يعني كان هذا الشيء مميز بأنه هن مختلفين على تشكيل الحكومي ما حدا عم يحكي مع حدا بس بها النقطة بدون يعدوا وهون هذا اللي برجع بلك هذا القرار والعزيمة بأنه أنت اليوم في شيء بكنت عمله ومش يعني مش بكيف حدا هذا بدون ينعمل هذا خارج الاستفافات والإطار السياسي فلذلك يعني يجب أن يخرج الملف هذا اللي عم نحكي هلأ يعني هو جدل بعتقد يعني تاريخيا مفروض نرجع نوقف عنده في وسائق موسقة ما منعرف حقيقة يعني بعد ما سمعنا من طرف رسمي أساسي عم نسمع من الناس متخصصين تاريخيا بأنه نحنا كان بحق لنا نبلش نفاوض على الخط يلي هو أوسع بكتير من هايك ونحنا مربحنا بالعكس خسرنا مساحات إذا ما نرجع تاريخيا بكل الأحوال الموقف الرسمي في لبنان توحد حول هالنقطة يلي أنت عم تسكرها بس نحنا هذا الموقف الرسمي الذي لا نسق به كيف بدنا نوسق أنه هو هون أنا يعني بلتي أنا بنقطة أنه أنا كي بدي أسأل المرحلة المقبلة بس بالموضوع التاريخي يعني ما لش ما سمي بالخط 29 ليس تاريخي على مستوى تاريخ لبنان ولكن هو تاريخي على مستوى اتفاق التطبيع تابع 17 أيار اتفاق الهدنة هيدا الاتفاق وما قبل هيدا الاتفاق عم يعطيك شي بونس لحتى تجي طبعي مع العدو الإسرائيلي وهذا ليس تاريخي على مستوى الدراسات يعني اليوم أول شي لبنان لما وضع نفسه بالخط 23 بمرسوم اللي نعمل في 2011 بحكومة الرئيس ميقاطي لما نوضع هيدا المرسوم هون أنت بتحكي قانون هم نحكي نحن قانون ما بدي أنا إذا بدي أحكي عنوين ما علش اليوم إذا لو ذهب لبنان باتجاه التطبيع مع العدو الإسرائيلي كان أخذ أكتر بكتير من هاك ولكن نحن في فرق كتير كبير بين أنك تاخد بونس من أجل تثبيت تثبيت وجود المحتل وأقصاء حقوق الفلسطينيين ومن جهة تانية بين أنك أنت تفرضي أنك تحصلي على الخط اللي هو بالأصل يعني إذا بتليلي نحنا بالنسبة لقلنا نحنا كل مياه الموجودة يمكن نحن الناس المؤمنين بالقضية الفلسطينية كل مياه هذه تعتبر أنه هذه ملاسلوبة ولكن النقطة الرئيسية لأنه فيها خلاف كتير كبير وفي تباين الخط 29 ليس خط تاريخي إلا من خلال ما يسمي باتفاق 17 أيار الذي تم إسقاطه هذا الخط يعني نحنا اليوم حقنا الحقيقي عند الأمم المتحدة هو الخط 23 أخذنا 23 زيادة أنا بتقديري الأهم أنه أخذنا 23 زيادة ولكن أنا بتقديري الأهم بالنسبة للمواطن اللبناني أنه تركب المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي والمالي بشكل نظيف وبشكل شفاف لأنه اليوم أنا يعني الأزمة اللي عندي بالداخل ما بتسمح لي أني روح باتجاه بنية سليمة واتجاه استثمارات سليمة إذا ما قدرت أوصل بمكان ما لأرضية أقدر من خلالي عزز الاستثمارات وعزز وجود هذه الشركات وحتى يمكن جيب استثمارات أخرى وأنا بقول لك يعني اليوم المرحلة الدولية مؤاتية جدا سيكون هناك منافسة على البلد ويجب أنه ندخل بموضوع وتحديدا الصندوق السيادة أنا شفت بعض التفاصيل وبعض المعطيات عن هذا الموضوع بدنا ننتبه لها النقطة كتير أنه الصندوق السيادة إذا بنربطه بهكي زمرة الفساد والسلطة يعني اللي خيقول موضوع التعيين يعني أنا هون حكما أنا بدي أعمل حملة لهذا الموضوع موضوع الصندوق السيادة لازم يخرج من موضوع التعيينات طبعا هذا موضوع آخر أكيد دكتور زكريا يعني كتير خطير هذا الأمر عندنا كتير لغة حوله عندنا كتير أسئلة يعني أنا بشكرك على الطريقة الإيجابية يعني نحنا لازم ننطرها من الأثر الاقتصادي بس كمان بدي أقول أنه لا نحنا ما قبل تاريخ 17 أيار الوسائق التاريخية بتقول أنه نحنا اليوم ما كتير ربحنا نحنا خسرنا على كل حال نحنا ما بنعرف شو نحنا ما شفنا الحيث ما عم نحكي سياسة أكيد أنا وياك بس أنه حب سجل هيدا النقطة أنه كان من المفروض يعني يكون في أطراف أكثر شفافية نتخبرنا شو عم بيسي لنعرف لبنان وين رايح مع أنه هو منهار لبنان ومثل ما حضرتك قلت هيدا فرصته الأخيرة بس لازم تكون فرصة حقيقية على كل حال نحكي بالموضوع وبالصندوق السيادة وشفافيته أدي أهمية وجوده بحلقات جاية شكرا